السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الضلون وتخوس الأخواه صمد للا كفوء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر فهو إله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد قسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحتفل اليوم بحفل زفاب أخي وصديقي الأستاذ أسامة محمد صالح آل عبد الرحيم أسأل الله العلي العظيم أن يتم هذا الزواج على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً وأن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير أقدم شيخي وشيخ أبي فضيلة الشيخ فارغل طاها أحمد حمد الجربان فليتفضل سيادته مشكوراً مأجوراً أولاً كما تعودتم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي يخرج الشيطان من بيننا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد الإخوة الحضور جميعاً نشكركم لإجابة الدعوة ثم أحييكم بتحية الكرام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول لكم جميعاً العاقبة عندكم في المسرات إن شاء الله هذا شك بالنسبة لي الأخوة المدعوين الحضور جميعاً ثانياً ثانياً أهني وابن أخي الأستاذ محمد صالح أخ عزيز رحمه الله ورحمه ورحمه واسعه لأستاذ محمد صالح له مكانة كبيرة في نفسي لأننا حتى افترقنا من القاهرة في آخر سنة كنا نسكن معاً في مكان واحد في شبطة واحد فالأستاذ محمد صالح بالنسبة لي أخ عزيز وفي رحمه الله ورحم والديه ووالدينا جميع جميع أهني العريس وآل العروسة وأقول لهم وأقول لهم وأقول لهم وأقول لهم جميعاً أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزفاف مكللاً بالنجاح وبالرفاء والبنون إن شاء الله والرفاء والبنون إن شاء الله وأقولوا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ وجه نداء للشباب منذ فجر الإسلام منذ شريعة الإسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفخر بأنه وجد من نكاح ولم يوجد من سفا فيقول صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفا لأن الزواج هي سنة الله في خرق من لدن آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة فالنكاح سنة في الإنسانية حتى قبل الإسلام سنة إسلامية لأن الله سبحانه وتعالى حين خلق أبونا آدم عليه السلام أيضاً خلق منه السيدة الحواء لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمحرده لا يستطيع أن يعيش بمحرده من أنيس له في هذا الوجود فالأنيس هو الزوجة المكمل للرجل المرأة فالمرأة نعمة من نعم الله نعمة ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل جنة مودة هذا هو الغرض الأسمى من النساء الزوجة سكن ومودة ورحمة ولذا نجد أن شريعة الإسلام شرعت لهذا الموضوع منذ رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله فلذا نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه نداء إلى الشباب بقوله يا معشى الشباب من استطاع نقوم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصى من رفض هكذا قال صلى الله عليه وسلم هذا نداء لكل الشباب لكل الشباب المسلم منذ أن قاله صلى الله عليه وسلم وَإِلَى أَنْ يَلِسَ اللَّهُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَوْمِ وَأَيْضًا جَعَلَ هُنَاكَ مَبَادِ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هناك مبادر أول مبادر قالها صلى الله عليه وسلم أقلهن مهن أكثرهن بركة وأول شيء إحنا خالقنا في عصرنا إذ خالينا في المهوم وفي تكلفة الزواج حتى عزف الشباب عن الزواج لغلاء النهوم ولتكلفة الزواج الإسلام لا يقول ذلك الإسلام لو رجعنا إلى كيف زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته التي كان يُعِزُّها كثيراً ابنته مفاقمة رضي الله تعالى عنها للإمام علي رضي الله تعالى عنه ماذا كان مهرها؟ درعٌ المهر بتحكى لدرع أهداه حسنا الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان هذا مهر سيدة قائمة انظروا إلى الجهاز لا فيش لا عشر عربيات ولا خمس عربيات ولا كاني ولا ماني ولا شربي ولا غربي ولا حتى خمس إجمال لا جهاز السيدة فاطمة كان عبارة عن سرير ووسادة من لي وقربة لكي تحمل بها الماء من بيتها من البئر الذي تحمل منه الماء إلى بيتها هذا هو جهاز سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنه احنا غالينا في المهور إلى أن جعل الشباب ينخرف ويعزفوا عن الزواج بسيب غلاء المهور وبسيب تكيفة الزواج يا أيها المصنون عودوا إلى تعاليم دينكم عودوا إلى تعاليم دينكم كي لا يقع الشباب فيما لا يحمد عقباد لا يقع الشباب موقولوا مشانا فلان زوج عرفي وفلان مش عرف عمليه طيب الشاب ما لديش فرصة إنه يزول عوزدوا مقبى في مقبى في مقبى علشان يجول فلذلك إخوة الإسلامي والإيمان نجد أن دين الإسلامي جعل هناك سهولة ويسف في تكلفة الزواج نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى حسن خيار الزوجة وقال تخيروا لنقفرهم فإن العقد الساس وأيضا قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها ثم صلى الله عليه وسلم قال في النهاية فازفر بذات الدين تريبك ذات الدين في الكنين والله إذا كان الراجل إذا إذا أنت أعطيت ابنتك لتقي لا يظلم لا يظلم لأنه قال إذا جاءكم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجة أدل الإسلام دين سهولة ودين يصل ولذلك كانت الزوجة نعمة 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 على الإنسان لتسكنوا إليها وجعل بينك وودة ورحمة ولذلك نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رزق ابن آدم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير له من زوجة صالحة لقى لا تلعب كارتية ولقى الكالي ولا مالي ولا تلعب جنباز ذكرنا الموضوع ده بالشف كشف عليه رحمة الله حضرت له في دير الملاك وأنا طالب حضرت له خطة جمعة فقال يجب على الشاب في أول ليلة يلتقي به مع الزوجة أن يضع يده على ناصيته حد شفاضه طبعا الشباب بالوقت مش يهد يضع يده على ناصيتها ويقول بعد أن يرسلني يا ركعتاني لله ويقول اللهم ارزقني خيرها وخير ما خلقت له وجنبني شرها وشر ما خلقت له بس ستانا يقولها بسر لا حسن لا يكون أتلعب جنباز ولا تلعب كراتية الدين كذب مقص ولا حاجة ويجيبه الغرض هكذا قال الشخ رحمه الله إخوة الإسلام والإيمان مش عاوزوا مطول عشان هناك أبناء لي بل وأحفاد لي قدموني وأشكرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رزق ابن آدم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير له من زوج صالح زي ما قال إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فزوجوه أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما رزق ابن آدم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير له من زوجة إيه صالح في الزوجة إذا نظر إليها صغر يعني تكون على أحسن صورة عندما تتهيأ لملاقات الزوج أنا ما قلت الهاش قلت شين هي تقعد طول النهار مهيأ لزوج لا تؤدي مصالح بيتها وماء وكل أمور بيتها وتتهيأ لزوج كما يجب على الرجل أيضا أن يتهيأ أهل قال زوجته ما يجيش بغباره ومزوكان وماري هو جامل والغلد الوحيد ووحين وغيره وكان وماري وقلت أنه نحن يتهيأ يبنيانه لأنه سيدنا عبدالله ابن عباس قال ولهن مست الذي عليهن بالمعروف ما رزق ابن آدم بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير لهم من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أضاعت لأن هذا حق من حقوق الرجل على المرأة طاعة الزوج في غير معفية الله الله سبحانه وتعالى قد يتنازل عن بعض الحقوق لأنه أضاعت الرجل حقا أنه إذا صامت المرأة صيامة طوع بغير إذن زوجها من حق من الزوج أن يصل عليها شخص ربه وتعالى تنازل عن حقه مقابل حق الزوج فلذلك ضاعت الزوج واجبة على الزوج واجبة لو كنت أمر أحدا أن يسعد لأحد لأمرت الزوجة أن تسعد لزوج إخوة الإسلام والإيمان إذا نظر إليها سرت وإن أمرها أضاعت وإن أقسم عليها أبرت ليس يقول لها ما تقلش بيت فلاه يقول أنا هروح خصبا عنك ودي مشاكل كثيرة تجينا من الشباب يقول لها حلفت عليها ما تقلش بتبوها راح وحلفت لمية كمية وطلاب ملالا بشركة طويلة لا أنت تطيعي أمر الزوج وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي علمه كما أنه إذا كان للزوج حق طاعف فأيضا عليه حق النفقة وحسن العشرة وأقول قولي هذا وأصدق الله العظيم لي ولكم وأقول لكم جميعا العاقبة عندكم في المسرات لأترك المجال لأنا وإخواني وأحفادي الموجودين أسادة العلماء والسلام عليكم اشتركوا في القناة بالضبط أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا لك الحمد ربنا حمد كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والبعض وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيد الأوضعين والآخرين محنمون نبي الرحمة هذه الأمة كاشف الغمة أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين فقال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين يا بائعا في أرض ضيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر صلوا على خير البرية تغنموا عشرا يصليها المليك الأعظم من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض يا ربنا عن صحابته الكرام الأخيار الأبرار وارض عن تابعين بإنسان وارض عنك ما رضيت عن الجمع إلى يوم الدين يا رب العالمين أما بعم أيها الجمع الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضبتم وطاب من شاكم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل ربي العلي القدير الذي جمعنا في هذه الساعة في هذا المكان أن يجمعنا سويا مع سيد النبيين وإمام الدعاة محمد يشملنا بشفاعته يشملنا بشفاعته ونحشر تحت لوائه ويسقينا بيده شربة لا نصمع بعدها عبدا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في حفل في حفل إتمام سنة من هدي الأنبياء والمرسلين قال عنها رب العالمين جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقد تكلم شيخي وأفارك عن الزواج وإني لأبي أثوء عن الكلمات فلم أجدها ولكن رب العالمين جل وعلا جعل الزواج آية آية تدل دلالة واضحة على قدرته في خلقه وجعل هذه الآية وهذا الربار تحكمه المودة والرحمة حتى يكون طيلة العم حبيبنا صلى الله عليه وسلم صل على رسول الله رسول الله قلب تربع حب أحمد فيه فيه الله إن الله لا يخزيه أكثر من الصلاة عليه فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب النبي النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ينادي على جماعة الشباب قائلا لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزود ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض عليكم بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزود فإنه أغض للبصر وأحصن للفرن ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أغضل عليكم فإننا في شوق إلى سماع صديقي الشعات جعل جسد جعل أعلى هذه الأسس أن تكون صاحبة الدين وخلق لأنك إن أست صاحبة الدين والخلق سعدت سعادة لا تشقى بعدها بعبداً في من ترضيه ابنتك لابد أن تختار صاحبة الدين فحبيبكم صلوا عليه يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وأخدموا بوصيتي إلى الشباب اتقوا الله في أنفسكم وإذا ما كانت ليلة البناء ليلة الزواج حتى تبدأ ليلتك ليلة إيمانية لا بد وأن تبدأ حياتك بالتقرب إلى رب العمار حتى يجعل حياتك كلها سعادة صلي لله وادعم ربك أن يجعل زواجك هذا زواج مباركة وأختم بهذه القصة التي حلفت كان شابا من الشباب الأدقياء الأنقيا يريد الزواج وزواجه بعد عدة أيام زهب إلى شيخ شيخ وقال له قل لي وصية يعني عزك ماذا أصنع بماذا وصل نبيه في هذه الليلة فقال له إذا كانت ليلة عرسك فضع يدك على رأس زوجتك وقل وقل بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي ثم إذا أردت أن تأتي أهلك فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان طبعا الشاب قاعد الفترة اللي قبل الزواج كرروا يدد إلى أهلات ليلة العرس طبعا هو لما خطب زوجته نظر إليها كما عمر النبي ولكنها تغيرت ليلة العرس فلما دخل ووجدها على مقدار كبير من الجمال نظر إليها ويسر قاعد يفكر قال لي يشير قاعد يفكر الغات ما وصلوا قال ليه سبحان الذي زخر لنا هذا وإنا إلى ربنا لمنطلبون الزوجة كانت صالحة فقالت له يا حسبك أمتزوج من امرأة أم من دابة في ختام كلمتي أتوجه إلى المولى جل وعلا أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرتنا من بعده معصوما ولا تجعلتنا ولا من بيننا شقيا ولا محوما ولا مضروذا يا رب العالمين كما نسألك ربنا للعروسين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين أيها الأحبة الآن جاء ما نشتاق إليه القرآن الكريم حبل الله المتين من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هذي إلى صراط مستقيم إن أعلاه لمثمر وإن أسبله لمغذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه آيات بينات من كتاب ربنا جل وعلا يطلوها على مسامعنا فضيلة القارض الإزاعي زاع الكبير أخينا الفاضل فضيلة الشيخ الشيخ حاتم السيد الحرزاوي فليتفضل هشكورا مأجورا ونسأل الله جل وعلا لنا وله التوفي أخير شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر ولو وجينا بمهله مبادا ولو وجينا بمهله مبادا قل لو كان البحر مبادا ولو وجينا بمهله مبادا مبادا ترجمة نانسي قنقر شكرا نسلكم بيوحا ترجمة نانسي قنقر 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 أغرغ بي فنعمل عملا صحيح ولا يسرح بعبادة ربه أحاق فمن كان يوم يولقاء ربه فنعمل عملا صالح ولا يسرح بعبادة ربه أحاق ولا يسرح بعبادة ربه أحد من كان لا يسرح بعبادة ربه أحاق 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 بسم الله الرحمن الرحيم عيق صاد شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 قاموا اشتركوا في القناة 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 يا زكريا إنا نبشرك بالظلام بسمه يحيي لم نجعل له من طاق قال ربي عنا يقول في غنا قال ربي عنا يقول لغنا قال ربي عنا يقول لغنا قال ربي عنا يقول لغنا قال ربي عنا قال ربي عنا قال ربي عنا بأن أنا يقول فيه وكانت امرأتي عافرا فلوله من الكبار عديا كذلك طال ربك ورمي أسيبه وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب جعل أبي أحاق قال آيتك هل لا تكلم الناس ثلاث بيالي سوي ويا قال رب أن ما يكون لي غلا وكانت امرأتي عافرا قال رب أن ما يكون لي غلا وكانت امرأتي عافرا وكانت امرأتي عافرا وكانت امرأتي العافرا قال بشترك عن امرأة عديا وكانت امرأة عديا يا عموا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر وآتيناه الحمح مصفيا يا يحيى أعوذ الكتابة وآتيناه الحمح مصفيا وآتيناه الحمح مصفيا يا يحيى أعوذ الكتابة وآتيناه الحمح مصفيا يا يحيى أعوذ الكتابة بقوة وآتيناه وآتيناه يا يحيى أعوذ الكتابة بقوة وآتيناه 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 الحمح مصفيا يا يحيى أعوذ الكتابة بقوة يحيى أعوذ الكتابة بقوة وآتيناه اشتركوا في القناة 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 وآتيناه اشتركوا في القناة 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 وَلِنَجْعَلَ عِلَمْ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَامُرًا مَغْمًا فَحَمَلَتْ وَفَلَتْ بِهِ مَجَانًا وَقَصْرِيًّا فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَهِ إِذْ عِنَّ الْمَخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَ عِيمِ مِنْ مِنْ قَبَلَ هَذَا وَأَجْوَاتُ نَسْيَا مِنْ مَسْرِيًّا فَحَمَلَتْ وَفَلَتْ بِهِ مَكَانًا مِنْ قَصْرِيًّا فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَيْهِ فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَيْهِ قَالَ يَا لَيْتَ عِيمِ مِنْ تُقَبَلَ هَذَا وَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَيْهِ فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَيْهِ إِنَّ الْمَخَابُ إِلَيْهِ مُتْبُتُقْ لَهَذَا وَأَجُلْتُ لِسِيَا الْمَسِيَا فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَيْهِ مِنْ تَحْتِحِرَ أَلَّا تَحْضَنِ اشتركوا في القناة 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 فأشار إليه قالوا فنكلم ما كان في المهد صفيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله واجعلني مباركا أينما كنت وأرصى بالصلاة والذكاة فأشار إليه قالوا فنكلم ما كان في المهد صفيا قال إني عبد الله 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 والله والذكاة ما تردون محيا فأشار إليه قالوا كيف يكلم من كان في المهمم صفيا قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنت وأوصاك في خلالة ويوكاة ما أمضحي موسيقى 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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يغيوه لأله يغيوه وإن الله ربي وربي فاعبدوا هذا صراط موسيقى موسيقى بسم الله موسيقى موسيقى أجوه يوم النوم تلس عادي موسيقى موسيقى نعم نعم لا يسمع فيها لا تسمع فيها لا تزمن فيها لا تنفيها والعلم الجارية تنفيها سرر موثوعة والأخوة موثوعة ونمارق موثوعة ونمارق موثوعة وزور عبي موثوعة أفلا ينظرون إلي الإبل كيفا خلقا وإلى الليلة كيفا ورعا وإلى الجبال كيفا مصفا وإلى الأرض ومن مإمارك كيف صفحات فلا ذكر فلا ذكر فلا ذكر إلا من تولى وكفر أفلا ياضروا إلى اللي بليك وإلى السماء إلا من تولى وكفر أفلا ياضروا إلا من تولى وكفر أفلا ياضروا إلى اللي بليك وإلى اللي بليك صبح الحفظ أفلا ياضروا إلى اللي بليك أفلا ياضروا إلى اللي بليك إلا من تولى وكفر أفلا ياضروا إلى اللي بليك 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 إن إلينا ياضروا إلى اللي بليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين أنت ملك يوم الدين ملك يوم الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الَّذِينَ يُؤْنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقُنَاهُمْ والذين يؤْنُونَ بِالْغَيْبِ وَمَا أُنْزِلَى بِالْغَيْبِ وَمَا أُنْزِلَى بِالْغَيْبِ وَمِنَّا رَزَقُنَاهُمْ اشتركوا في القناة 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 ربنا لا تواققنا إن نسينا أو أضحقا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا إصرا كما حملتها ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا فهي الذي يعني الغمى في الغير إن يكون للسوحبين لا تحسن إن الله أماما فأنزل الله سكينته عليه وأيّده من جنود لم تروا وجعلك المكان الذين يفروا الزفظمين وإنه تبعا وإنه تبعا وإنه تبعا صدق الله العظيم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يوم اليوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين من آيات الله البينان اختتم فضيلة الباري الإزاعي الشيخ حاتم السيد الكزاوي إحياء هذا الحفل الكريم المبارك احتفالا لنا واحتفالا لحفل زفاف الأستاذ أسامة محمد صالح صالح عبدين عبد الرحيم على كريم المرهوم أبو الوفا من عبد العزيز جمع عائلة آلة عبد الرحيم بالحريزات الغربية مركز المنشاة محافظة سوهاك الهندسة الإزاعية ومؤسرات صوقية أولاد الشارع ردوان حسن بالشوولة مركز المنشاة محافظة سوهاك الفراش والإنار مقادير توليد ونيزن بانوراما خلفية فراش المعزم نبيل بالحريزات الغربية والإنارة مقادير التوليد والنيزن المهندس كمال مجدعب الرحمن بالحريزات الغربية أيها السيدة الموحدون العاقبة عندكم في المصرات جميعا إلى أن نلقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته